تحقيقات في الهيئة أكدت أن محكمة الجنح في بغداد أصدرت أمر القبض والتحري بحق الجاف استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية في القضية الخاصة بمنح تسهيلات مصرفية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي إلى أحد المصارف الأهلية بضمانات ضيقة كانت محكمة جنية النجاف قد أعلنت في الثامن عشر من الشهر الحالي صدور أمر قبض بحق حمدية الجاف المتهمة بمنح تسهيلات مصرفية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي دون ضمانات كافية شوف أني بيش أخبار أقوم ونزع بوسات للحكمة والقضاء اسمحوا لي بوسات للحكومة بوسات للقضاء بوسات للسجون بوسات للغرامة بوسات طبعا واحدة من أهم فوائد هذا الحكم في حال تم استبدال لداروا هذه الملفات وأفسدوا بها بشخصيات أفضل راح يتحاصر عندنا موضوع الفضائي شلون مثلا وفق أحد التقارير لمايكل نايتس واللي هو نزل بمركز أبحاث مكافأة للرهاب فشركة كي كارد المعنية بدفع عدد كبير من الرواتب مخترقة من قبل الفصائل التابعة لإيران والليسم من نفسها فصائل محور المقاوم هذا الاختراق من خلال وضع أسماء فضائية هواية بالنظام الكاتروني للشركة واستلام عشرات ملايين الدولارات شهريا من خلالها والأكثر من هذا هاي الفصائل حولت فلوس إلى حساباتها وحسابات الحرسة للثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والعراقي خلص انتهت التقارير راح نعم ففي حال كان اعتقال مدير كي كارد والأشخاص المسؤولين عن هاي العمليات وسجنهم هو مقدمة لاستبدالهم بشخصيات راح توقف أو توقف هاي العمليات مع الفضائيين فهي خطوة باتجاه التقليل من عدد الفضائيين بنسب كبيرة بالدولة وتقليل نسب الفضائيين يعني إيقاف نافذة كبيرة مع الهدر والسرقة والفساد بمكان ما الملايين والمليارات من الدولارات تروح لجيوب فلان وفلان حتى يبنون عمارات ويشترون بيوت بالجادرية ومزارع بزع فرانية المفترض تجيك تسوي لك مشارية تفيدك شارع محطة مي مستشفى مصنع بلالية اللمبي الخرية وهكذا هذا اللي نسولف بيه نانا باستمرار ونحكي عنه ونقول على ضرورة محاربة الفساد